اهلا بحضراتكم متابعي موقع مصراوي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة معكم محمد سلم من صار التحرير المصراوي وهي لايف جديد عن اخر المستجدات الرياضية المستجدات الرياضية اللي هتختر معنا لفترة اللي جاية داخلنا على صبر مصري اه خالص على الصبر الافريقي يوم سبعة وعشرين ومفاجآت كبيرة بيعملها موسم الرياض برعاة المسشار تركي الشيخ وكده لكن النهاردة كان فيه اجتماع رابطة الاندية المصرية اه الاجتماع اللي قعد على مدار سبع او تمان ساعات وشهد الظهور الاول للنائب احمد دياب منذ ازمة احمد رفعت وحالة الموضوع للنيابة العامة احمد دياب ظهر اليوم في اجتماع رابطة الاندية اللي حضروا جميع رؤساء الاندية ما كانش في نادي بيمثلوا نائب او مندوب كلهم حضروا الصورة اللي تزد لكم على شاشة تزهر تزهر السيد احمد دياب اه رئيس رابطة الاندية المصرية بجوار الكابتن المحترم الاسطورة الكابتن محمود الخطيب والسيد جمال علام رئيس اتحاد القرى وعلى يمينه اه ايضا السيد حسين اللبيب صورة اه كويسة صورة بتنم عن ان الرياضة المصرية على عصر جديد داخل العصر جديد فيه كده تخطيط للمشتقبل ومفيش ايه اي كلام كواليس الاجتماع الاجتماع النهاردة بدأ بحضور كواليسة الرؤساء الاندية رابطة الاندية عرضت واول ما بدأت الاجتماع اتكلمت فيه عن ايه? اتكلمت فيه عن انتو يا جماعة زي علم يسوك ادارة الدوري احنا هنجيب لكم شركة اه المانية اه هتدير الدوري وهي الشركة اللي بتدير مجموعة من الدوريات الخارجية اه في تركيا وفي المانيا وفي عدد من الدوريات الشركة دي طبعا هتيجي تاخد المعطيات اللي عندنا وتشتغل بها وهتعمل لوائح متصقة مع الاتحاد الدولي وقرط القدم وهتعمل ضوابط ويلا هديه واحنا مش يكون لنا اي تدخل وده امر لقى قبول الاندية الدوري المصري في ظل الوقت طبعا ايه? ان شكوة نادي الزامنة الدائمة من الكابتن عامر حسين استقرر الموضوع على الاتي بالاجماع معادة واحد بس في نص الاجتماع قام وزعل ومشي وهو السيد ايمن الشريعي رئيس نادي امبي قام ساب الاجتماع ومشي وقال له مش عاجب من الكلام ده ومشي وساب الاجتماع الدوري لن لن يكون موسما استثنائيا واحدا ولكن هو اتنين موسم استثنائي هشنح لكم الموضوع طبعا اخو باك رابط الاندية في بيانها ما قالتش الكلام ده لكن احنا من مصادرنا وازمين نحمد عبدالبسط اللي انفرض بتفاصيل للاجتماع قال لنا ايه اللي حصل جوه الاجتماع الموسم الاول هو موسم الفين اربعة وعشرين الفين خمسة وعشرين هيبدأ تلاتين اكتوبر وينتهي خمسة يونيو اشمعنا خمسة يونيو قبل تسعة ايام من انطلاق قصر العالم للاندية الكبير في امريكا في خمساشهر يونيو عشان خطر النادي الاهل هيشارك في النادي الاهل يبقى عنده تسعة ايام كافية بيه انه يسافر لامريكا ويستعد بعد نهاية اخر مباراة يبدأ اول حاجة الدوري هيتلعب من دور واحد ثم مجموعتين بمعنى ان انا عندي 18 فريق هيلعبوا كل فريق دور واحد يعني الاقل قبل زمالك مرة والاسماعيل مرة وزد مرة ثم بعد انتهاء الدور الاول هنصنى في الفرق لجزئين عشر فرق في المجموعة الاولى بيلعبوا على بطل الدوري والفرق السعيد المين والفرق السعيد الافريقيا والمسابقات القرية والدولية وتمن فرق تحت على الهبوط هنا بقى الانديها تكلمت تب ما تخلوا ما فيش هبوط السنة دي رفض رفضت ربط الانديها تب خلي الاندي واحد بس يهبط رفضت ربط الانديها واستقروا على ان يهبط اتنين ناديين بدل من تلاتة اتنين بدل من تلاتة فلما يهبط اتنين ناديين بدل من تلاتة ويصعد تلاتة من دور المحترفين يبقى اصبع عند الدوري تسعتاشر فريق السنة الموسم الفين خمسة وعشرين الفين ستة وعشرية السنة اللي جاية استقرأ عضاء الحضرون فيما بينهم ان يكون موسم خمسة وعشرين ستة وعشرين وايضا موسم استثنائي يتلعب فيه من مجموعتين طبعا انا بس عايز ارجعلكم الموسم الاستثنائي الاول وهو ان ايه الفرق قالت ايه تبلمش تمانية فوق وعشرة تحت اتقال لهم ان احنا عايزين اللي فوق اكتر عشان الاهل والزمالك يلعبوا متشاط اكتر فيبقى الاهل والزمالك لعبوا ستة وعشرين متش اه فده ما يخلش كتير اوي بالرعاية ببقى فيهم يبقى كده الاهل والزمالك اللي متشاطهم كان تمام متشاط بس تمام متشاط بس وطبعا كانت الشركات الرعية كلها حضرة واقاروا انهم ما عندهمش مشكلة وانه ما فيش اي تقليل فيه مستحقات الاندية اللي هتحطر اللي هتشارك الموسم اللي بعده موسم استثنائي ايضا هيتعيني برضو منظور واحد ساعتاشر فريق ساعتاشر فريق ثم يتقسم المجموعتين تسعة وتسعة اه اه عشرة وتسعة عشرة لتحديد الفائز وتسعة لتحديد اربع هابطين اللي بقى عشان نعوض الهبوط اللي هو هيحصل اللي هو هيكون فريقين الموسم اللي جاي ويسع على الثلاثة من تحت يبقى موسم ساعة عشرين تمانية وعشرين يعود الدوري بشكله الطبيعي يبقى احنا عندنا كده خلاص تم الاستقرار على موسم استثنائي للدوري المصر الممتاز يبدأ تلاتين اكتوبر وينتهي خمسة يونيو وتديره شركة المانية فمن كواليس الاجتماع كبتل محمود الخطيب يتكلم عن الحكام ولاجلة التحكيم وقال بسوطها دي كده المعروف عنه ان من الافضل ان يكون رئيس الجنة الحكام غير مصري ما قالش اجنبي ممكن يكون عربية وقال ان الامور بتكون فيه شوية والضغوط عاية بتكون قليلة وضرب مثل بتصرحات احد الاشخاص اه كابتن محمد فاروق رد عليك كابتن جمال علام وقال له يا كابتن خطيب انا بطمنك احنا بندور على رئيس لجنة حكام اجنبي يجي يدير لجنة الحكام بعد برير رئيس لجنة الحكام اللي انتهت وعيته في تلاتين تمانية الماضي الكابتن محمود الخطيب اتكلم عن فكرة لجنة الانضباط ولجنة الانضباط اللي عندها مواضيع مؤجلة بقال لها فترة وبتاخدش فيها قرارات وطبعا عزمين النادي الاهلي كان هدد من تحت لتحت كده ان هو هينسحب من الصبر المصري في الامارات عشان يعمل ازمة لاتحاد القرى ويعمل ازمة لشرق الرعية اه خد وخدوا عود ان كل الامور المعلقة هيتم انتهاءها وان ناجة الانضباط سيبعات تشكيلها اه مع انتخاب اتحاد القرى جديد طب هاللاجنة الاندية الحضرة ديت اه هي اللي مكمل السنة اللي جاية الله اعلم وارد تكمل وارد تكمل وارد ما تكملش كملت اه عملت لنفسها شكل دوري على النظافة كده تقدر تشتغل بالسنة اللي جاية ما تكملتش اه هتسيب الدوري بشكل كويس للي جاي بعدها ييجي لكن الاقرب ان هي ايه هتكمل طبعا عامر حسين اصبح اه كعدو اتحاد القرى وكمش بعدك المسابقات ما بقاش له دور اه عشان المسابقة هيديرها شركة المانية وهي اللي هتعمل القرعة وهي اللي هتعمل كل المعطيات وهي اللي هتراجع وهي اللي هتعمل كل حاجة اه والامور هتمشي بشكل ايه مختلف ده بالنسبة لاتحاد القرى احنا عندنا اتنين موسم استثنائي لاتحاد القرى مفيش فيهم اي مشاكل طب منيج نتكلم بقى الاهلي الاهلي خلاص بقرة بيختتم تدريباته اه عنده تدريب الرئيس الاخير بقرة قبل الموتش اللي هتلاعب يوم السبت اللي جاي اه الاهلي طبعا فيه راحل عدد من اللاعبين زي رامة ربيعة محمد شناوي ايه لعب مصطفى شوبير طبعا الاهلي هيكون عنده احتفالية باستلام درع الدوري اللي فيه سابقة هي الاولى من نوع في تاريخ كل الدوريات على مستوى العالم وفي مستوى جميع الدول حتى في دول جمهورية الموز ان اه نادي يستلم اه الدوري المحلي في ماتش قرش الدوري المحلي في ماتش قرش وده اللي هيحصل له مسابت اللي جاي الاهلي هيستلم درع الدوري الجديد اللي تم تصميمه في انجلترا بعد ماتش جورماهية الكيني في العودة ومستوى الاتحاد الافريقي والامور اه والامور تمت وبتخلص في هذا الصدد. اه طبعا في اشرف اه اه رامرة بيعها سيتم راحته اللاعب المغربية اشرف هيكون اول ظهور له اه بعد ما ظهر النهاردة في التدريبات الاساسية ممكن يظهر الفترة او يظهر الماتش كله يحيى عطيت الله مستمر الدافع به من اجل ان هو يعطقه فرمة عشان هنشوفنا ان الماتش ان نفسه قليل طبعا النفس بيجي مع الماتشات ده لاعب قاعد خمسة وخمسين يوم ما بيلمسه كورة وما بيضربش تدريبات جماعية بعد ما موسم اه فريق الروسي انتهى اه ده معزم الاخبار الرياضية طبعا في كلام عن مهاجم الاهلي هيجيبه بس لسه الكلام اه مش موافق على اي حاجة اللي حتى زي اللحزة صفقات المحلية قدر سايبها اختيار اخير قلوهم يا لسه قدر المحل اللي عندنا لحد 25 اكتوبر ومش مديها اولوية الاهلي طبعا عنده 25 اللاعيب ارسالهم لماتش السوبر الافريقي اه السوبر الافريقي تم تعيين تم اختيار الحكم اللي بمعتز الشلقامي اه حكما للمباراة بعد التشكيك بدأ من جمهور الاهلي بقول لك ان ده ظلمنا قدام الودات في ماتش الزهاب الساني الفاتت وبعض الكلام ضار وحكم شاب عن اتنو وثلاثين سنة وطبعا مهما يتم اعتراض من الفريقين مفيش اي اه حاجة هتحصل ولا التحاد الافريقي اللي كان اجتمع مبارح بالامس رئيسه مع المتشاركة الالشيخ لتحديد شكل السوبر والاخر ده كان لايف كده عن شكل الدور الجديد وعن الموسمين استثنائيين ينتظران الدور المصري احدهم هيبدأ 30 اكتوبر القادم وانتهي خمسة يونيو واللي بقى طبعا اللاجلة اللي بتقديد لك ايه على ان يتم عقد اجتماع في منتصم الموسم اللي جاي لتحديد الموسم اللي بعده اللي هو وقالله قواتي سيكون ايضا موسم استثنائي بدوري من دور واحد ثم دوري من مجموعتين اه ده كان ملخص اللي بعد الوقتي كده حد شبق عنده حجة دورة هيتعب ومفيش مؤجلات والمنتقة بياخد وقته كل امورها تتضبط بلا اي ضغوط وبلا اي حاجة انا وطبعا في اتفاق كمان في الاجتماع ان الاهلي ما ينسحبش من كاس الرابط بناءا على انه تم تخفيف الدور الليه وشيل تمام ماتشاط الاهلي ايضا يلعب الربط والاهلي كاد محمد مختب قالها هنلعب كاس الرابط السن هذه مش هننسحب منهم عشان برضو يتم تعويض اه جزء منه تعويض لآآآ الشركات الرعية طبعا حديث عن كاس مصر الاهلي معتزر او منسحة فمفترض محروم من السن اللي جاية آآ كابتن سروت سويلم كان بيقول ان هو يكون في تاعدل اللايحة اعتقد ان ده مش يحصل والاهلي لن يشارك في دوري الموسم القادم بشكركم شكرا جزيلا وكنت معكم محمد سامي من صار التحرير موقع مصر اوش